عبر الأقمار صناعياً بيروت معي دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية مساء الخير أهلاً بك معنا دكتور سامي دائماً حضرتك معنا لنتابع كل تطورات وهذا الموضوع الملف الكوري القمة التاريخية هذه بـ 27 أبريل والاتفاق بين الكوريتين اتفاق على القمة بداية لا نعرف إلى أي درجة سيكون فيه اتفاق إلى أي درجة هي مهمة؟ هل كوريا الجنوبية في المقابل قادرة على التأثير على واشنطن؟ بالتأكيد هي قادرة على التأثير لأنها اللاعب الأساسي أو الشريك الأساسي في هذه البنطقة وأيضاً لأن هناك قواعد أمريكية وشبكة صواريخ أمريكية موجودة على هذه الأراضي وثالثاً والأهم هي أنها الطرف الذي بدأ يشبك قنوات اتصال مع كوريا الشمالية هناك تقارب بين الكوريتين ما يسمى بالدبلوماسية الألعاب الأولمبية هذه الدبلوماسية التي كسرت الجريد وشاركت كوريا الشمالية رسلت وفداً إلى كوريا الجنوبية إذن هناك بداية تقارب ما بين الكوريتين يمهد لتقارب أو نجاح محادثات الرئيسين الأمريكي ورئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون إذن هذا الدور المحوري هذا الدور الريادي على المستوى الدبلوماسي الذي يلعبه الرئيس مون تحديداً الذي انتقد حينما وصل إلى سدة الرئاسة أنه ليس من السقور إنما هو من الحمائم هو الذي يضع الأولوية للخيار الدبلوماسي أثبت اليوم أنه قادر بنفس الوقت على تحريك العصى ولكن أيضاً على تحريك الجزرة نعم وافق على منورات عسكرية في الفترة الأخيرة حين محتدم الصراع ولكنه أيضاً أعطى للدبلوماسية كامل فرصها وحتى اليوم نجح في ذلك